اشتركوا في القناة وانا دوري بيختلف من محل لمحل يعني من ريتشارد ثري لعاملة للعاصف لعدة اشياء وهو لاعطاء فكرة للجمهور اللبناني قديها اللغة العربية عظيمة في اداء شيكسبير انا بنظري انه شيكسبير لو كان يعرف اللغة العربية اكيد كان يكتب مسرحه باللغة العربية مسرحه ومن يقف عليه من رجال ونسان ممثلون لا غير قادمون ومغادرون مسرحه الى السمعة الوهمية حتى ولو القبه امام فوهة مترحه وقت اللي اشتغلنا على النصوص لحتى نحورها للغة العربية انطلاقا من بعض النصوص اللي كانت موجودة نجرب نحولها تكون كتير سليسة قريبة من الوديونس كان كتير مهم انه نشتغل سوا على هالشي هيدا الناس اخدي فكرة عن شيكسبير انه بعباه وشي صعب شيكسبير ولا ابسط من هيك شيكسبير مسرح شعبي هو مسرح شعبي انا مني خايف ابدا انه الجمهور اللبناني يتلقف شيكسبير بكل ايجابية صعوبة شيكسبير هي منه بانه توصلي للناس صعوبة شيكسبير هي بالاداء الشيكسبيري اسناء اللعب وقد احالت شمس يورك بلا اسناء بلا مظهر فصولها سبعة عام العمر الاول الرديع يبكي ينتقل به الى الانحدار والتلولع كالمهرر ملابسه اكبر من مقاصه يرتدي نظارة على انفه